برضو من اهدف فيتوريا وجوده الوصول كاس عالم ما كانش كان من دم النابي مش عايزين نقول الكلام ده. اه. لو انت كده يبقى من رحش. لا لا انا عارف. اه يعني لو انت بص هو انت دلوقتي لما تاخد بطولة دي مش تديك حافز كبير ان انت توصل. كاس عالم طبعا. صح. اه وكمان كاس عالم المرة دي كمان يعني. سهلة. دنيا حلو. سهلة. وفرصة. ولازم تعمل تريغ تاخد افريقيا وتوصل كاس عالم زي ما انت قلتان بارح. كده اه. مش انت قلتان بارح. لما ناخد البطولتين في سنة الدنيا كلها مولاها حواليه. فرح الشعب المصري. يعني الشعب المصري ما بفرحش الا بالرياضة. صح. والكورة بالزيت كده. اقول لك على حاجة. انت يعني ان بارح محمد صراح بتكلم برضو في المؤتمر. وبتكلم بيقول لك ايه ان فيه طبعا ناس بتبقى بتحارب وناس ان هي اه بتساند بس انديتها. اه ده بس ده كان قديم اكابت. ايه ده? ده كان مؤتمر قديم. بولا وهو بيكلم صح. اه هو بيكلم بشكل عام طبعا. بس انا اقول لك على حاجة بقى بتختلف. احنا السنة الدورة اللي فاتت لما اخسرنا من نجيريا. كله زهق والدايق وووووو نفر وقال لك بش هتفرق تاني على المنتخب. لما وصلت وكسبت المغرب. لأ المغرب بعدها ما انت يعني كان كودفور كان كودفور بعد كده المغرب اللي هي في الابار الكسائية واخد بالك كسبت المغرب الاول كودفور الجمهور رجع شوية المغرب مصر كلها بقت ايد واحدة الكاميرون بقولك حاسسونا فاكر انت ايام مطش الجزائر التاني شوف الاسبوع اللي قبل المطش شوف مصر كانت كلها ايد واحدة ازاي واخد بالك هو ده اللي بيجمع بقى بس المشكلة ان فيه ناس بقى بتخش في النص بقى الامة ايه الناس اللي هي اهل الشر دور محمد صلاح لا ما يحتفلش محمد صلاح لا ده خايف على رجله محمد صلاح تكسب ويعمل له جنو اتنين يوم جايين حطين الدوق الكلام ده ما يفرلش مع ابو صلاح لان ابو صلاح بقى في حتة تانية خلاص مهما تكلمته هو الراجل ده ركب الطيارة وشرخ له يبسو لكه ولا هتأثر بكلامكو حتى لو أثرتو على ناس تانية مريدين ليكو كلامكو وحيات ربنا ما له لأي لازمة ولا له اي قيمة مصر انا بقولك هو اكسب الثلاث مطشات الاولانين بغض النظر بقى المستوى الاداء الفني التغييرات المجملات بتاعت اللعيبة بس اكسب شوف جماهير مصر هتعمل ايه طبعا اتسألك كابتن ممكن حضور سادة الرئيس للعبين هو بيتكلمهم وانت لو انت مكان لعب من اللعبين اللي واقفين يعني احساسك وتفكيرك هيكون عامل ازاي في البطولة اللي انت رايح عليها واللي الرئيس جاي حافزك عليها هموت نفسي طبعا هو في يعني رئيس الدولة فخامته جاي عشان يقف جنبي ويسندني يقولك احنا في ظهرك اهو ايه اللي نقصك يبقى انت كلعيب ايه اللي نقصك موجوت نفسك في الملع اعمل اللي عليك ولو لا قدر الله ما حصلش نصيب وانت عامل اللي عليك هنرجع نسقفلك صح ولا غلط تمام هو دلوقتي عصد جمهور مصري ده زواق مم وفاهم وعارف لما بيحس ان انت بتموت نفسك وبتعمل اللي عليك والقرى مش ماشى معاك ومنحس معاك ووقفة معاك بس انت بتحاول الجمهور بيسقفلك يا فاروق مش هادر يفتح بقه بحاجة ولا بكلمة احنا عارفك ما ازنناش اه في النسخة اللي فاتت كابتا لانك عملت اقصى مجهود ليك والضربات الترجيح هي اللي طلعتك لأ اما انت برضو متنساش ان انت اكسبت بيها ماتشين كوديفار والكاميرون والمغرب لأ المغرب انت اكسبها ملعب اتنين واحد اه اه مقدر موصلت لأ انا بقولك ايه هنا بقى اللي بقولوا عليها ايه بقى اذا ما هي جتديلك هي ادتك دهره انت اكسبت في مغرب